طالب مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام باليمن المهندس أسامة القصيب المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية الإرهابية للتوقف عن زراعتها للألغام جاء ذلك في تغريدة للمهندس القصيب على تويتر قال فيها إن ميليشيات الغدر والإرهاب الحوثية تستمر في جرائمها باستهداف فرق نزع الألغام في مديرية حريب بمحافظة مأرب وطالب مدير مشروع مسام المنظمات الدولية والدول الكبرى في مجلس الأمن لتخطي عبارات الشجب والاستنكار وأن ترتقي إلى مستوى المسؤولية لإيقاف هذا الإجرام